اشتركوا في القناة سجلت اروع الانتصارات للمملكة جعلته دائما يتصدر المشهد ويلهم شبابا يتطلعون له كقدوة صالحة ويد بيضاء تمتد على الدوام وها نحن الان على مشارف نهاية عام الذهب عام الانجازات التي لا تعد ولا تحصى نستذكر انجازات سموه التي سطرت باحرف من ذهب خلال هذا العام ونؤكد الرعاية والاهتمام الذين يحظى بهم القطاع الرياضي والشبابي من قبل القيادة الرشيدة ففي الاول من فبراير اطلق سموه بعد ان استأذن من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اسم عام الذهب على عام 2018 وشارك سموه في الشهر نفسه في بطولة دبي للتاج الثلاثي وحقق المركز الاول خليجيا مؤكدا على طموحه للذهب والذهب فقط وبهدف نشر الثقافة الرياضية في انحاء المملكة تم اعتماد اليوم الثلاث عشر من فبراير يوم البحرين الرياضي تنفيذا لتوجيهات سموه معرفته التامة بآليات تحقيق اهدفه ومدى اطلاعه على اساسيات النجاح جعلت منه شالة من الحيوية والنشاط تضيء اي محفل رياضي يذكر اسم سموه خلاله ففي مارس اشعل سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة شعلة الولمبياد المدرسي تجسيدا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعظيم دور الرياضة البحرينية والارتقاء بها الى اعلى المستويات وللانطلاق بافكار رائدة وشبابية اطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة برنامج استجابة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في المملكة وانهى سموه شهر ابريل بانجاز عالمي وذهب جديد من خلال فوزه بالمركز الاول في بطولة تاكساس للرجل الحديدي ولتطوير الحركة الرياضية في المملكة ووفق معايير علمية قائمة على البحث العلمي المتخصص كرم سموه المشاركين في جائزة ناصر بن حمد للبحث العلمي خلال شهر مايو حيث تأتي هذه الجائزة ضمن استراتيجيته لتطوير الحركة الرياضية في المملكة امانا منه باهمية البحوث العلمية في التنمية الرياضية كما وحقق سموه في نفس الشهر المركز الاول في بطولة رويل وينتر للقدرة واطلق كذلك دور ناصر هداعش لكرة القدم الرمضاني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شخصية محفزة ومؤثرة في الشباب البحريني والعربي والعالمي بانجازاته التي وضعت المملكة في محط الاضواء العالمية لما يتمتع به سموه من صفات قيادية محبة للوطن والشعب ففي شهر يوليو تم اطلاق مسابقة الموروث البحري وهي مسابقة مختصة في رياضة البحر التي اشتهرت بها مملكة البحرين بهدف ترسيخ الارث والتراث وفي قفزة كوبرا للرياضة البحرينية اعلن سموه عن مشاركة نادي المحرك في الدور السعودي وفي اكتوبر حقق سموه وعدا قطعه على نفسه وتوج بالذهب على منصة المركز الاول في مسابقة بطولة العالم للرجل الحديدي في كونهاواي هذا وقدم سموه خلال هذا العام عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات الهادفة مع الشباب حيث شارك سموه في منتدى شباب العالم الاسلام والتنمية المقام بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليبين اهمية السلام في تنمية البلدان وتطورها بمختلف الاوجه والطرق وقد قدم سموه محاضرة في مبادرة مئة موجه تحدث فيها عن تجربته واهمية العزيمة في بناء شخصية الشباب ودفعهم لتحقيق احلامهم سموه شارك في جلسات حوارية ثرية وكان اولها قمة الشباب التابعة لبرنامج استجابة حيث ناقش سموه فيها المعضلات التي تقف عائقا امام عجلة التطوير في القطاع الرياضي والشبابي من خلال حواره مع وزراء الدولة والمسؤولين وخلال شهر ديسمبر في مؤتمر رواد التواصل الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة تحدث سموه عن الهام الشباب وطرق بناء الذات والتغلب على المصاعب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يعتبر القدوة والنموذج المثالي الذي يجبع بين كثاءة القيادة الإدارية والتألق الميداني ولعل الإنجازات التي حققها في هذين المجالين هي التي تجسل شخصيته القيادية المتميزة وهي التي تجعل المملكة تفتخر بقيادته للحركة الشبابية والرياضية نحن اليوم جيل رائع وبإذن الله جيل رح يحقق السلام جيل رح يصل إلى الأعلى جيل رح يرفع هذا المستوى إلى أعلى المستويات بشغلة وحدة احنا فخورين بقياداتنا الموجودة اليوم في عالمنا العربي قيادات تلهم شبابها قيادات تتمكن شبابها وشاباتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة